ولكن عودة لكرة السلة أكيد معنا جمهور الكويت كان ليه فيديو جمهور الأهلي في الكويت طبعا كان ليه فيديو ملهم جدا نشوف الفيديو ونرجعنا عكم ناقص جزء في المنظومة ما كناش تكلمنا عنه وهو جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو المرجع جمهور النادي الأهلي هو دايما الدفع والزق اللي انت بتبقى محتاجها لقدام هتلاقي حد واحد بس يسندك لما ضعرك يميل كنادي أهلي هو جمهورك ده بعد اخسار البطولة العربية في الكويت جمهورك كان واقف عامل ممر شرفي للاعبي بيقول لهم انتوا عملتوا اللي عليكم بس مستنيين منه كل جاي جمهور النادي الأهلي اللي توقف منه عدد كبير جدا بعد مباراة الاتحاد الأولى هو هو اللي لقيت عدد مكافئ وموازلي في المباراة التانية حاضر لأن جمهور النادي الأهلي ما بيخلص جمهور النادي الأهلي كان عارف دوره وتشجيع ملحمي وتجنبنا فيه كل ما حدث في المباراة الأولى عشان كده جمهورك دايما ضهرك في الشدة ليك درع الأمان بجد يا أسان هو بس اللي كوف كان بعد مباراة الزمالك اللي كان التحصيل حاصل ولعبنا مباراة الاتحاد ذهبوا عودة بالجمهور وكان فيه رسالة بيوجه يعني الكابتن مودي الجرح للجمهور يمكن شفتها حتى بعد الخسارة وهو نادرا لما بيتكلم بعد الخسارة قال يا جماعة صدقوني تعالوا المباراة العودة وهترجعوا فرحانين كان فيه ثقة كبيرة جدا ان لو جمهور النادل آلي تواجد في الصالة هيكون فيه احتفال بالبطولة ان شاء الله وده الدور للجماهير لازم تبقى عارفها كويس وهي بالفعل بتوعى للنقطة دي كويس جدا وبعد اللي حصل في مباراة الزمالك اللي كان التحصيل حاصل مباراة الاياب كان جمهور النادل آلي لقوا كلمة الفصل في الصالة ومهم جدا نتكلم في نقطة كمان ان الروح الشخصية واللعبين في مباراة الكويت في مباراة الكويت لما اتعمل الممر الشرف ده في بعض اللعبين كان من درجة الحزن مش هادرين يمشوا في الممر الشرف ده ويخرجوا برا الممر فكان الجماهير بتشدهم وده نوع مختلف تماما من فكرة تقدير اللعبين انت لما بتبقى بتبزي المجهود ومش قادر تحقق البطولة انا كمشجع للنادل آلي انا هقدر كويس قوي ان انت عملت اللي عليه وفعلا لعبة سلط النادل آلي كانت عاملة اللي عليها في البطولة العربية يمكن كان اخفاق في اخر مباراة فقط لغير والجماهير دي تحملت اعباء كتير جدا جدا من تذكر مجانية ثم اصبحت باثنين دينار ثم اصبحت حتى عشرين دينار مبلغ كبيرة جدا جدا اعلى من فكرة اصلا مباراة كرة قدم ولكن قدرت الجماهير انها توجه ايضا رسالة من الكويت وليه هنا بنتكلم عن الجماهير لان هو ده اللي احنا بنتكلم عليه التعامل مع الاخفاق هو اهم ما يميز النادي الاهلي وده اللي كان بيقوله الاعلام المنافسي يقولك مشكلة النادي الاهلي ان هو بيقدر يتعامل مع الاخفاق مشكلة الان ديها الاخرى ان هي ما بتقدرش تتعامل مع الاخفاق بتبقى عاملة كده زي بلوفر التريكو لو جرزة فكت منه بيتفك باقي عقد البلوفر فالنادي الاهلي عنده الميزة بتاعت ان هو يتعامل مع الاخفاق وجماهير النادي الاهلي في العاب الصلاة ومع كرة السلة لما تعاملت بشكل جيد جدا مع الإخفاق في البطولة العربية قدرنا نرد في الملعب واللعيبة قدرت ده وقدرت تعوضها بدور المرتبط كبداية لبطولات هذا الموسم اللي ان شاء الله تستمر عندنا رسالة أخرى يعني كان مسج كده من جماهير الكويت أيضا بعد البطولة العربية لو هو معنا ممكن نستعرضه لو مش معنا يعني نروح لنتائج ألعاب الصلاة أو المباراة النهاية سواء دوري المرتبط أو فريق المرتبط والفريق الكبير وعايزين هنا برضو جماعة من نساش حاجة ودي نقطة مهمة جدا لما ندي كريدت لفريق المرتبط يبقى لازم طبعا ده الآليس تحق الأكثر تتويجا فاستمروا في صناعة الإنجازات ده طبعا الرسال اللي كان طلبنا أن انت آه متأخر عارفين كويس آه يا جماعة ومش بنجادل ما بنقولش احنا أفضل نادي السلة الحقيقي ولا بنقول الكلام ده ولا احنا الأكثر بطولات في كرة السلة الحقيقي ولا القصة دي كلها احنا عارفين كويس أو ان الأرقام لا تجذب عندنا بعض البطولات تفصلنا عن منافسين هنتقطاها ان شاء الله هيحصل ده خلال عام عامين بالكتير بإذن الله نكون متوجدين على القمة وده اللي طلبه جماهير النادي الأهل لكن نرجع لنقطة مهمة واحنا بنتكلم عن فريق المرتبط وعن فريق الشباب ما ينفعش ندي الكريت ده من غير ما نذكر ونشيد بالكابتن اسلام الكلاني العامل فريق واعد فعلا يطمنك على مستقبل كرة السلة في النادي الآلي ان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التقلق وكل التوفيق لكابتن اسلام الكلاني في مجموعة أو كوكبة اللاعبين مهما كانوا صغار ولكن يبقوا كبار في القيمة وساعدوا في تحيير البطولة عشان كده كان في لقطة فرس للكابتن عمر الجندي وده لقطات صعبة قوي تلاقيها في عندها كتير ان يكون نجم الفريق وطبعا عمر الجندي مشجع للنادي الآلي ويرفع على الاعناق يعني او يشيل لعب من لعبي الشباب كتقدير لدور لعبي الشباب في المشاركة في تحقيق هذه البطولة وان البطولة دي بالفعل لا تتحقق غير بمشاركة الفريق الكبير مع فريق الشباب فكانت لقطة رائعة جدا من الكابتن عمر الجندي ولقطة تعبر عن الروح المتواجدة ما بين الفريق الاول وفريق الشباب وهي دي الروح اللي وصلتنا اننا نكون ابطال مثل هذه النسخة للعام الثالث على التوالي وللمرة السامنة في تاريخ النادي الآلي كابتن عمر الجندي وصل رسالة للعبين هو اهم ما في لقطات الفوز هي اللقطة اللي قدامك دي انت شلتني في النتيجة وساهمت في تتويجي وانا بشيلك على كتافي عشان اوصر رسالة ان انت بطل ان انت تستحق اللقطة دي من لعب كبير ولتاريخ ولعب مهم ولكن بيوصر رسالة مهم جدا ويمكن هي توازي فكرة التتويج وتوازي فكرة اللقب ان انت ترفع اللاعب الناشئ بالشكل ده عشان توصر رسالة هي دي الروح اللي بتخلق البطلات كمان كان عندنا تفوق للاعبين رقميا لعبين صنعوا الفوارئ لعب زي سيف سمير كان موجود في لحظات مهمة جدا وفاز كافضل لعب في المباراة عندنا كمان علي توفيق ده بالنسبة للفريق بتاع الشباب خد افضل لعيب وعمر حاتم خد افضل مسدد للسلسيات طبعا ده كابتن سيف سمير ثم علي توفيق وموجود ايضا عمر حاتم عمر حاتم وكان عندنا افضل المسددين في مباراة الاتحاد ايهاب امين جاب 18 نقطة وعمر الجندي 17 وولتر هوج 15 وعمر طارق عمر طارق 7 وسيف سمير 5 كان فيه بقى رسالة من حد كده لا انا عايز بس اقف عند افضل المسددين في مباراة الاتحاد لسبب ان بداية مباراة الاتحاد كان دقيقتين ونص تقريبا ما سجلناش ولا بسكت ولكن الاتحاد ايضا كان مسجل اتنين بسكت فقط سنايتين باربع نقاط هنا اهاب امين قدر ان هو يدخل النادي الاهلي في الجيم ويركبه الجيم بثلاث رمايات سلسية متتالية يعني سلسية في سلسية في سلسية تسع نقط ركبت الاهلي الجيم بدري وطبعا عمر الجندي في الوقات الصعبة بيكون موجود وولتر هوج رغم اننا لسه يعني مش في الحالة الانفجارية اللي منتظرنا من وولتر هوج لكن قدر يسدد او يسجل 15 نقطة فدول يعني من نجوم المباراة الاخيرة لكن بالتأكيد كل الفريق يعني النجوم ولكن بما نتكلم عن النجوم وبنتكلم عن النادي الاهلي فتلاقي مثلا الناس متعلقة جدا بجيلبرتو فكرة القدم متعلقة جدا بفلافيو برغم المسافة الطويلة او المدة الزمنية الكبيرة الجيلبرتو وفلافيو بعيدة عن النادي الاهلي إلا انهم متعلقين بالنادي الاهلي للدرجة ان جيلبرتو فمرة غامر ولبس بتيشيرت النادي الاهلي فمباراة بين الاهلي وبطل الانجولا انيسبو جلبان في تونس وهكذا فيطلع لنا يونج أليكس يونج يطلع انه دايما وابدا في كل بطولة بيحقايا النادي الاهلي متواجد بيشارك بيحتفي وبيحتفل بزملاءه السابقين وبيحتفل بالنادي الاهلي أليكس يونج اللي كان له مواقف كثير جدا مع النادي الاهلي في وقت من أزمات الكورونا إن هو يتنازل عن راتبه لأنه لم يشارك فيه المباراة فطبعا بنوجه له كل التحية وكل التقدير ودي كانت من اللقطات الجميلة جدا بعد المباراة ولكن عندنا فيه لقطة برضو جميلة جدا يعني بتوضح لك قده البطولة بتحقق مشاعر طيبة جدا وجستي لا يترك التفاصيل سواء الفنية داخل الملعب أو التفاصيل اللي تدل على فكرة إنه هو شخص قريب جدا من الفريق سواء كتيم أو من كل ما يخص قطاع السلة في النادي الأهلي ولقطته مع جانا رفعت اللعبة المصابة وكانت صورة بتجمع الأبطال اللي لهم تأثير كبير جدا في موسم النادي الأهلي